وهذه المرة إلى ملف البريكزيت من جديد وينضمنا في الستيديو كونيليا مير وهي الرئيسة انفذية لمير رسورس كونيلي أهلا بك معنا اليوم في ستيوهات CNBC Thank you for being here in the studio It's so much nicer to be here أهلا وسهلا دعينا نبدأ من الكاونتدون تبقى لدينا ساعتين عفوا يومين ست ساعات وواحد وخمسين دقيقة لموعد البريكزيت إذا كان الثانية عشر من أيفريل اليوم ترازمي في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وننتظر ما الجديد ثلاثة أشهر ستة أشهر تمديد أو سنة ما الذي نتوقعه اليوم الأمر مثير للاهتمام فنحن نقترب من لحظة الحقيقة في البريكزيت اليوم أتوقع أن نأخذ وقتا طويلا سيكون الأمر صعبا فرنسا وإسبانيا والنمسا تحديدا والرومانيا يقولون تمديد آخر لماذا؟ ليس هناك أي شيء قد تغير تغيرا كبيرا لكن هناك ألمانيا وبلجيكا وهولندا الذين يتداولون كثيرا مع بريطانيا يقولون يجب أن نفعل شيئا وهناك رئيسة وزراء إيرلندا التي تقول نحن الأكثر تأثرا وأتوقع أن يحصل شيء ما المشكلة أعتقد أن بريطانيا لن تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي وما لم يلاحظ اليوم أن هذا الصباح البرلمان مرر تشريعا مكن حصول الانتخابات إذن البرلمان في المملكة المتحدة يستعد للمضي قدما في هذا الأمر تيريزا ميت تتحدث عن 30 من يونيو حزيران لأنه في الأول من يوليو تموسي يكون أكبر لمان جديد إذا تحدثت إلى ميشيل بارنيي يقول أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل أريدكم أن تأخذوا عاما لأننا إذا قلنا ثلاثة أشهر الآن ثم أسبوعان وثلاثة أشهر هذا أمر يصير اضطراب في الشركات دعونا نعطي وقتا إضافيا سنرى ماذا سيحصل الوضع مريع هذا بلد لديه وزارة كارجية رائعة وهو لديه وزن كبير في العالم والآن كمواطنة بريطانية يؤلمني أن أرى ما يحصل ولكن كورنيليا دونالد تاسك تحدث بأنه التمديد سيكون مشروط مشروط بأنه لن يتم إعادة التفاوض على الاتفاق النهائي الذي توصلت له ترزمي مع الاتحاد الأوروبي اتفاق لبريكزيت الذي يرفضه أساسا البرلمان البريطاني ما الذي يعنيه ذلك؟ ما هي السيناريوهات الأخرى المحتملة إذا وافقت ترزمي على أنه لن يكون هناك مفاوضات جديدة على هذا الاتفاق؟ ميشيل باني قال بوضوح اتفاق الانسحاب هذا أو اتفاقيات الطلاق التي تتضمن إجراءات الطلاق والأموال هذا الأمر مقدس لا يمس لكن العلاقة المستقبلية وهو الإعلان السياسي يسعدنا أن نتحدث بشأنه وخاصة إذا أردتم بريطانيا أقرب أو على علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي فرنسا ربما ستقول وألمانيا ربما تقولان إذا أبقيناكم لفترة أطول لتجنب الخروج دون اتفاق فيجب أن تعيدونا أنكم يجب أن تتصرفوا بطريقة مناسبة وبالتالي لا نريدكم أن تعيقوا لأن هناك موضوع إجراءات الموازنة المقبلة لأنه سيكون المكلف بالنسبة للعديد من تصادات أوروبا وخاصة لصاد بريطانيا إذا لم تحل هذه القصة اليوم ندينا أيضا مشكلة بالنسبة للبعض الكرامة وخصوصا في حزب المحافظين حزب طبعا ترازمي اليوم ستعود لهم وتقول أنهم سنكون في انتخابات المقبلة للإتحاد الأوروبي كيف ستواجه حزبها اليوم ترازمي الوضع صعب برأيي من السهل دائما انتقاد قائد عندما تكون في موقع لأن القيادة شيء مختلف أعتقد أنها ارتكبت خطأا في البداية في خطاب لانكستر هاوس عندما لبت المتشددين ووضعت خطوطا حمراء كثيرة ولم تناقش الأمر مع أعضاء زارة خرجية الذين يتفاضلون مع الأوروبيين ومنذ ذلك الوقت هي لم تنخرط بشكل كافي مع المعارضة هي لم تحاول مد الجسور مع البقية طبعا رئيس وزراء إيرلندا منذ البداية أدرك أن الأمر مصيري لذلك تحادث أو توافق مع المعارضة وهذا الأمر جعله أقوى تجاه الاتحاد الأوروبي شكرا لك كورنيليا مايا الرئيسة تنفيذية لمايا الريسورس شكرا شكرا شكرا